موسيقى 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 هذا اليوم البغداد الجميل نلتقي جميعنا على محبة الوطن ونرتقي في أعالي التمييز مع حكاية ليست ككل الحكايات لأن أبطالها رسموا وجودهم بألوان التمييز والإبداع ولأن المشاريع تتميز بصناعها وعناصرها المهمة لذا فإنه واحد من أهم المشاريع التي سعت لبناء الموهبة وتنمية القدرات هو مشروع شيف الذي تجاوز حدود البرنامج التلفزيوني ليصبح نواة مهمة لأكاديمية مختصة بالطهي وفنون الطبخ في العراق عبر شاشة عراقية رسالتها الوطن جميل وراقي بكل التفاصيل طموحة أن يحصل الشباب على دوره الأهم في ارتقاء البلد إنها شاشة القناة يو تي في الفضائية دورها إنها شاشة تدعم الشباب ووجودكم معنا هنا اليوم لنعيش معا لحظات التحدي الأخير والأكبر والأضخم على برنامج تلفزيوني في العراق مشروع شيف والذي يصل اليوم لآخر أوراق حكايته في التنافس والإثارة والإبداع ضيوفنا الأحبة الوقت القادم سيكون استثنائي جدا والآن خلونا نرحب مع وجه مطبخ اليو تي في الشيف خلدون مرحبا شيف شيف شكرا شك بارك الله الحمد لله صراحة اليوم راح يكون عدنا مسابقة مهمة في قناة اليو تي في دائما تكون اليو تي في سباقة بتقديم هذه الحلقات الحلوة وهذه البرامج الجميلة طبعا اليوم ستكون عدنا منافسة تعرفين بعد شيئة حلوة قوية بيها نكهة بيها طعم بيها طبخ فرح تكون منافسة جميلة تحس منها سأكوتوته طبعا تجتميري حتى الطبخ هم عدنا يلا بعدين نجتمع شنو رأيك أنت بالمشروع شيف برنامج مشروع شيف صراحة أنا قلت بالبداية أنه مع هذه البرامج اللي تسقل الشيف الحقيقي اللي تطلع الشيف جيد وخاصة نكون في مصنع مشروع شيف طبعا أكيد مع نخبر من الحكام لمواطنين أكيد أصدقائي اللي هو شيف عرفان شيف حمد سوادي وشيف عمر حافظ تحياتي لهم سقلوا هذه المواهب وإن شاء الله اليوم رح نشوفها بالتحدي النهائي والأخير وحاليا رح نستقبل مثلث الإبداع الشيف عرفان والشيف عمر والشيف سوادي تفضلوا موسيقى مرحبا موسيقى موسيقى المتسابقين اليوم المرحلة الأخيرة لهم لازم يشدون حيلهم نحن ما قصرنا من ناحية التدريب ومن ناحية المشاركة فعالياتهم اليوم هو يوم الحسن لازم يكون عندنا شخص يمثل العراق هو شيف العراق برنامج مشروع شيف إنساء الله شيف عمر تحياتي إليك تحياتي إليك شيف عمر نورنا اليوم شو رأيك بالانطباع اللي رح يقدموه المتسابقين والله يا شيف خلدون احنا سوينا كل ما علينا والشباب أبدعوا وكانوا يعني ملتزمين كل التعليمات مش هو على حسب الرشادات الطيتوميات مش طبعاً تعرف أكو أخطاء أكو هفوات بس الحمد لله الثلاثة اللي وصلوا اللي هم شهد وعلياء وياسر هم اللي أخذوا كل التعليمات أخذوا المونة المونة أخذوا تعرفوا أنت تعب السنين كلها أخذوا إن شاء الله اليوم رح يكون حماسك إن شاء الله رح يقدمون شي حلو ويرضي الكل إن شاء الله إن شاء الله شيف مرحباً سونك احنا دائماً نعرف أنه حضرتك أعصابك زايدة والشيف عمر أعصابك بارده لحنا نلاحظ هذا الفرق اليوم هم مينة أول شي أوجه شكري وامتناني وتقديري لمخرجنا اللي دائماً كان دقوب على عملنا الأستاذ سلوان تحية إليه لما تم إنجاح هذا العمل المهم فالشي مهم كل شير يوم إنه نشتغل على كل التفصيلات اللي انطيناها سابقاً أنا مو عصبي كررتها سابقاً وأقولها اليوم أنا أب أنا أخ أنا كوتش أنا مدرب أنا أريد أعنفهم النوبات تتعصب عليهم في سبيل إنه يطلعون كل ما عدوا الأب نوباتي تتعصب بس هو يحب أولادنا بس تتعصب شان طبعاً نشكر حضوركم شكراً لك ونورتونا وإن شاء الله اليوم نتمنى تكون حلقة كلش حلوة وإيضاً نطلع بهذه المونة اللي أنتوا سويتوها يا رب تتفضلون تقدرون تتفضلون حتى نقدر نستقبل طبعاً أكيد المتسابقين اللي رح يجوني اليوم حتى نستمتع صراحة بالمبارسة الجميلة راح تكون وين راح تكون على هذه الثلاث طاولات نستقبلهم أكيد نستقبل المتسابقة الأولى شهد المتسابق الأول شهد تصفير ونستقبل المتسابقة علياء سهلاً وعليك ياهلاً أهلاً سهلاً شهون الصحة الحمد لله إن شاء الله تمام تعال فضل تعال اليوم خلنطلع كل الحبشكلات اللي عندك حاضراً تمام طبعاً أكيد قبل كل شي راح نشوف تقرير راح نشوف تقرير راح اشتركوا في القناة الحلم يبدي بخطوة والنجاح قصة تنكتب بتعاب ومثابرة بين الحلم وقصة النجاح نسمع صوت سباق عالي المستوى بشخصية شهد شهد خالد الغناء عند عشق دائم من الطفولة والمطبخ بالنسبة إلى حب بلا حدود وبقت فكرة التمييز والإنجاز تلمع عنده من زمان وهو يحاول أن يكون اسم غير عادي بعالم الطوخ ولي أنا جد لي فرصة صعبة تتكرر اسمها مشروع شيف وقرر يكتب اسمه بقاموس هذا المصنع العراقي المهم شهد من الصغر إنسان منظم وهادئ يعني بينت الموهبة ما لت من دخل بالمتوسطة يعني شهد كان يعجب يدخل بالليل تالي الليل كان يسوي عشا إلا طبعا أنا أتمنى شهد يأخذ اللقب وأتمنى الفوزهم للآخرين عاطفي متعاون يتألم لفقدان كل زميل غادر البرنامج لأن ما عنده لغة غير الدموع للزملاء اللي صاروا عائلة وعاشوا تفاصيل اللحظة بكل مودة وتفاعل إنساني شهد يحب البيت وابن الجميل أنفير هو الصديق الأقرب إليه ومحبته إليه أكبر من كل العالم تعلمت من مشروع شيف هواية أمور اللي هي الصبر التكنيك وروح المساعدة وروح التعاون بهذا الشي هذه اللقب الأبني ابن الموصل يحب مدينته ويعشق تفاصيلها ويتمنى أن يفرح بغدادة ويخليها تغني للصبح بعد أن يحقق حلمه بلقب مشروع شيف اليوم ما يشبه كل الأيام لأن القرار الأهم رح يعلن بعد سباق أخير في عالم الطبخ وشهد صار جاهز لهذا السباق بعد أن اجتهد وحاول أن ينسج اسمه بالمقدمة الوقت القادم هو اللي رح يخلينا نعرف شهد صديق دموع الفرح لو الحزن ولو وجود بهذا اليوم هو إنجاز مقلي أهلي وناسي محافظة الموصل إن شاء الله جايب اللقب لكم وأكيد من منطقتي بغدادة قرقوش أكيد اللقب الشهد وادعو لنا بالتوفيق إن شاء الله يا ربي شهد يا شهد حبيبي اسمع الصوتك كل شي حكوة أي نعم جابك على المطبخ جابك على البهارات جابك يعني وأنا أحب مهنة الطبخ نفس الوقت شهد الغناء مو أحسن لك من الحرارة المطبخ وتعرفتها والدخان وريحة الطبخ هو أنت ما تقدر تسعد توصل مرحل إذا ما تشتغل يعني أي شغل كان إذا مهنة طبخة أو غيرها حتى توصل اللي تريدها لازم أنت تسعد بايا بايا بما أنت ابن الموصل نعم فعن كل الموفقية أتمنىك ياه إن شاء الله في هذا المساعد تسلم حبيبي الله يخليك الله يحفظ شهد نعم شنو اللي يضاف لك مصنع شيف شنو اللي تعلمته مشروع شيف ضاف لي هواية أمور بحياتي متشن تعرفاني تعلمت الصبر والتكنيك بشغلي ومساعدة الآخرين داخل المطبخ شون قود المطبخ أكيد بجهود الحكام الموجودين وينا هم اللي خلونا نوصل هاي المرحلة أكيد بجهودهم وتدريباتهم مكثفة أشكرهم جدا عني شهد شون معنوعتك فول فول ريد ريد زين توقعاتك نعم توقعاتك شون اليوم ممكن أنت تفوز رح تربح اليوم يا بي لله احنا رح نشتغل نسويل علينا يعني نعم بالله نعم لكن أريد أعرف داخلك شيتحس إن شاء الله إن شاء الله حس تفسك أنه أنت متمكن متمكن من كل مكوناتك وإشياء يلا يا رب أكيد توفيق الزمال يلا يا رب شهد تفضل على مطبخك والآن نستقبل المتسابقة علي ممثلة عالم حواء بمشروع شيف علياء المرأة اللي قدرت توصل لآخر المشوار وهي عينها على اللقب أمنياتها كبيرة رغم هدوءها المميز فقتها بنفسها خلتها بقائمة الفرسان الثلاث لمشروع شيف أنا بالنسبة لي المشروع راح يكون قصة نجاح لكل مرأة عراقية تطمح أنه تكون أتها مشروع مستقبلي أتها مشروع بالبيت أتها مشروع تكون ناجح فهو هذا المشروع بالنسبة لي حلم وإن شاء الله يتحقق مهمتها مو سهلة لأن مسؤوليتها كبيرة وهي يتمثل بغداد العاصمة اللي تغزل بيها الشعراء والمحبين وغنت لها أجمل الأصوات على مدى التاريخ والعصور بغداد يا ليل بغداد يا عين يا حبت قلبي يا روس الزين أشكر اليوتيبي على هذا البرنامج لأنها دائما سباقة باختيار البرامج المتميزة والجديدة والمتنوعة في كل شيء لأنها اختارت فئات متعددة من الشباب من جميع الأطيار من جميع المحافظات صغاراً وكباراً وفرت لنا فرصة يطمح الجميع من خلالها إلى الفوز ونيل اللقب إن شاء الله ولي أنا علياء اليوم تمثل كل المجتهدات واللي عدهن طموح كبير بالبلد ولأن الأنظار الوردية كلها مركزة عليها فهي تحتاج التركيز حتى تعيش جو الفرحة بعيداً عن الإحباط والدموع في حال حصولي على اللقب أهدي الفوز بالمرتبة الأولى إلى والدتي ووالدي وإلى عائلة الصغيرة وأهدي الفوز إلى إدارة البرنامج لتعبهم معنا في إنشاء هذا المشروع وإنجاحه اليوم الكل ينتظر شين رح يصير مع علياء اللي قدمت كل جودها حتى تكون المتنافسة الوحيدة اللي تمثل نصف المجتمع بالحلقة الأخيرة من مشروع شيف كوني أمثل المرأة في الحلقة الأخيرة بهذا البرنامج كل وحدة كل إنسانة يعطيها طموح أتمنى أن تسعالها بكل جهد بكل قابليات أتمنى من كل البنات الشابات يشاركونوا بهيتي برامج لأنه مثل هذه البرامج إن شاء الله توصل كل صاحبة طموح الطموحة والفوز للجميع إن شاء الله الوقت القادم بهواية أسرار وإثارة وتنافس شيف عاليا الأنصر النسوي بهذا المسابقة طبعاً أكيد حواء في مصنع مشروع شيف تحسين أن هذه المسابقة شلو الأشياء اللي أضافت تجيئها والله المسابقة ضيفه هواية الحواء لأنه أكو مثلاً تكنيكات أشياء ما تعرفها جديدة ممكن تتعلمها من هذا المشروع يعني مثل شنو تعلّمتنا؟ يعني شنو مثل شنو تعلمتنا؟ هواية أشياء يعني حقيقة إيه حقيقة عرفت التوازن ما بين البهارات عرفت طبعاً طبعاً المدة مال طبخ حرارة الفرن يعني أكو بالمخبوزات لازم أكو حرارة معينة وقت معين الشفاة تساعدتش بما أنه أنت إمرأة؟ أهواية أهواية يعني ثلاثتهم ما شاء الله عليهم دعموني بكل إمكانياتهم كل معلوماتهم يعني أنت يا الله يساعد نصف المجتمع وحالياً وياك اثنين رجال فإن شاء الله إن شاء الله توزين إن شاء الله يسمع منك الموفقية الجمعة زملائي الله يخلي شكراً عاليا شلو توقعات شلو والله رحفوزين إن شاء الله يعني هذا يأتوقع إن شاء الله يا رب ومفقية الزملاي طبعاً أكيد إن شاء الله إن شاء الله تفضلي طاولتك شاليا شكراً والآن رح نستقبل المتسابق الأخير ياسر ياسر يا هلف ياسر ما شاء الله تفضلي طاولتك تبارات ومرة ضحك ومرة نزلت جموعة لأن الطريق للوصول لهذا اليوم كان موسهل طموح ياسر للبرنامج اللي إحنا من أشدد داعمين إليه ياخده ويحصل البرنامج واستمر ابن النجف بالسباق هو متسلح بقوة الإرادة أهمة عالية جداً رغم تنوع الاختبارات والتحدي المستمر مع الزمن ولأن ياسر عرف فك الرموز السرية لمشروع شيف ووصل لآخر المشوار طبعاً تجربتي بنشروع شيف كانت تجربة كلش حلوة و يعني رغم الصعوبات اللي واجهناها هناك رغم الأوقات الطويلة اللي عشناها بالتصوير بس يعني عموماً تجربة كلش حلوة عشناها هناك بين المتسابقين كوان عائلة حلوة بين الشيفات عشنا وياهم أيام حلوة جداً بين الكادر وخلية النحل ويشانة تصور يعني وتتعب ويانا طبعاً يعني تجربة جداً حلوة عموماً الحكاية ما تقبل القسمة إلا على لقب واحد اسمه مشروع شيف وللحكاية ثلاث فرسان لازم يقفز منهم بطل واحد ويصير نجم الحكاية إن شاء الله إذا حصلت على لقب مشروع شيف أكيد أعد مدينتي أنه راح حاول أنه أطور من الأكلات موجودة بالنجف راح أجل أحاول أنه أشتغل مطاعم النجف وأكيد يعني اللقب راح يجي الشوارع والأزقة النجف الجميلة مثل ما شوفون وإن شاء الله راح أقدر أحاول تشيل مدينتي بهذا الأرض أبو مريم كل أم نيتا أن ياخذ اللقب المريم وراح نشوف بالوقت القادم هل راح يكون اللقب نجفي ويهدي لعيون مريومة؟ شوف ياسر طبعا شفت التشجيع القوي وما شاء الله عندك هواي ناس يحبوك الحمد لله الحلو بهذه المسابقة عندنا واحد من الموصل وعندنا واحد من النجف وعندنا من بغداد تمام شو راح اضيفه انت لأهل النجف شو راح تططي أكلات سمعت بالروبرتاج ان انت راح اضيف اشياء جديدة للمطبخ النجفي اكيد يعني مثل ما قلت بالتقرير يعني ان شاء الله احاول انه اطور منك لاتنا النجفية احاول انه اقدمها بغير كنوا نعرف انه انه المطبخ النجفي مطبخ عريخ ويمتاز باكثر من نكهة اريد اريد يعني شنو الاشياء اللي راح اضيفها انه بحيث تغير من الروحية ومسل ما قلت لك يعني انه ان شاء الله بحيث الله يعني احاول انه اطور عندي تكنيكات شنو اضاف لك مصنع مشروع شيف اكيد كلنا اضافلنا خبرة يعني وخاصة بجهود الحكام يعني شيف شيف عمر وشيف محمس وعدي وشيف آفان شيف تماشي زين هم ان شاء الله وفقيه لك ان شاء الله وتمنى لك النجفة ياسر شنو توقعاتك اليوم المنافسة قوية اكيد المنافسة قوية يعني ممكن انه يصعدون لنهايك وهم مقويين اكيد منافسة مشتدة وان شاء الله هو متوقع ان شاء الله نقول انه ان شاء الله نحسن لك ان شاء الله شكرا شكرا مشاهدينا التصويت مستمر ارجو منكم انه هو الدعمون المتسابق اللي انتم مختارين نسبة اربعين بالمية من التصويت راجعا لكم وستين بالمية للحكاو بس نام انت قيت بتعرف تطبخ ابد جربت تطبخ وحركت الاكلة لا قبل شوية قلت لالشيف خلدون سويت ثمن غيرت ثمن يعني ما مجربش بستمن ما هو وراء ثمن وعزل قال لك ولا طب بالمطبخ ولا وصل ايه ما رأى طلع عم عجن ومرأة طلع عم حب ايه ما رأى طلع عم حبت السابق عربتنا سباشي البطار ايه ما رأى طلع عم حبت ايه ممكن 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 ايه بيض مسلوط بيض مسلوط ايه ممكن هاي صوت بسيطة يعني طلعنا فتشفة فسانا شوية شوية سوعة قلت باقي الله بالدهن مخلمة كباب عروك هايشتيدك طيب اه راح اقول لك سؤال يعني يختلف يعني راح اقول لك انه شن الأكثر الأغانى قريبة إلى قلبك الأغانى اي يعني أكثر اغنية قريبة لمه شفت فاجتك أمو ماجتك فاجتني اي شن tossed اغنية قريبة إلى قلبك من اغنيات له عن من نغنياتك من اغنياته من اغنياتا من اغنياتي وين مثلا اوين حسيت انه اخرت هذا الصدى المتوقع ايه الحمد لله اول ما نزلت كانت ما اخرت هذا الصدى اللى انت شنت يعني متوقع لها بس بعدين مروا الوقت الحمد لله أخذت طيب أغنية حبيت أن أنت تغنيها بصوتك تمنيت أن أنت تغنيها الفنان آخر والله هوي أغاني واحدة بنا لا أغاني هذه أنا عرفت أنه أغنية اجدت إلك وأنت رفضتها بعدين وغدناها خالد الحنينة اي صح أيام بدونك تندمت؟ لا ما تندمت بالنهاية كلها حلوة شلو نخلق فورها قسمة يعني قسمة سبحان الله مرة ثانية لا تعوفي تي أغاني لا لا إن شاء الله محضرنا غاني إن شاء الله المستقبل غاني حلوة طبعا أكو موضوع جدا مهم راح نطرح أنه راح يكون أكو موسم تالف من مشروع شيف إذا حسيت أو حسيتي نفسك أنه أنتو تقدرون أنه تطلعون وتقدمون شغفكم بالطبخ في هذا المسابقة جميلة اللي راح تعرض على قناة اليو تيفي في الموسم الثالث وممكن تكونون أحد الفائزي كل ما هنا لك أنه تملوا الاستمارة اللي راح يكون أكو لينك تدخلون عليها وتملون الاستمارة وإن شاء الله تكونوا من المحظوظين اللي راح تكونوا في فريق مشروع شيف وممكن أيضا أنه تمسحون الكيو آر وممكن أنه تدخل للينك وأيضا ممكن أنه تملي الاستمارة وهنا تكون أحد اللي راح يكون متواجدين في مشروع شيف الموسم الثالث اللي راح يكون في قناة اليو تيفي خلنا نشوف الطبخاء لا تنسوا موسم الثالث كيفت لا تنسوا ضرباكم موسم الثالث خلنا نشوف خلنا نبلش بالأقاريب إذا شوفهم جازين أو يحتاجون وقت حتى نعرف شو طلع شباب تعفون نباقي دقيقتين نباقي دقيقتين لا يلا استعرفت أموركم طيبة أزينها طمام دقيقتين أليا أوكي ولا نزيد لا أحتاج وقت أحتاج وقت لأنه راح أحتاجين وقت أنت تحتاج وقت شفات عشر خمسة شنو أمورك باقي دقيقتين نزيد وقت شفات ممكن خلي عشرة زين الحلويات أعتقد يراد لها أكسترا وقت من بعد أمورك من بعد أمورك 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 شف حلدون خمسة خمسة عشر دقيقة أوكي لأن بعد خمسة عشر دقيقة ماكو ثانية واحدة زايدة ولا شوي ولا نص ثانية إذن أكسترا راح يكون خمسة عشر دقيقة تضوش أعجيك معاون أعجيك معاون بس أكيد بالمقابل أكو شي لازم قبل اللغنية شن أكثر نوع حلويات تتحبه شوف يكون يعني حلاتها مو قوية هو حلو بس حلاتها مو قوية يعني والأشياء لها طحين يعني مثلا أنت لحد لأنا مطيتني أكثر يعني سأنا مثلا من يقول لي واحد شو تحب نوع أقول لك قبرة بقلاوة بقلاوة سلابيا بسبوسة لا لا مدحبا لا وضع واضح والله واضح أنت تحب الراشية طحينية أذن السؤال أذن السؤال مين لها السؤال فتبلي الشاق من اللي تطينا رأيك أكثر حلو راح يعجبك بهم مرحبا شهد مرحبا شهد مرحبا مسيطر شن الحلوة موتك اليوم طيبة شتويتنا ترى الشكك اكبر ؤك poor حسن اعتدى الشكك فلم اصحر فهم ما فاف犯 يا إسر يا إسرا أنا وين سوف 65 تبا سيتو البرازيلين الله اه 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 الكتاب اه اه علي نعم ان شاء الله تمام ها ان شاء الله اه كيك 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 اه اختارت اخذت 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 هل سألتك؟ أبداً، 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 أبداً نرى الشيفات الشيف هدون مبدئياً، الشيف محمد لا، أبداً ما رأيك؟ والله يعملهم جيداً أول ما بلشوا، أعملهم جيداً كل شغل حباً لكن النهاية بعد، يجب أن تجد طبعاً، طبعاً، شيف عمر شفت السيطرة؟ نعم، وأنت شيف وتعرف نعم، شفتهم متمكنين أبداً، صراحة يعني، أبداً مفرح، أو مفرح؟ والله جداً مفرح ولا تنسى لنا، لايف شعون مسيطرين، جمهور وشعون يعملون بصورة جداً جميلة لا، صراحةً أبداً مضى عالتعب، أبداً لا، أكيد، أكيد، أكيد عرفان، شنراهيك؟ حلو، حلو لكن، لماذا سنفت الكيك والحلاويات من أصعب المطابق التي يمكن تشتغلها؟ يعني هي تمتاز بالدقة تمتاز بالفنش الواحد الفنش الميقبل القسم على الاثنين لما تفنش، يعني منتظر منك تيست واحد بعام واحد، شكل واحد أتمنى أنه يكون كل هذا نلقيه بالتيست بالأخير إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله الوقت نهاية كل التوفيق، يعرف الوقت أيضاً، الوقت هم يكون يعني يسعفهم وينجزون كل أطباقهم بالصورة صحيحة شون رأيك كنت كمتسابقين؟ شو شوفهم؟ والله شوف أنت حجيتها باللايف، قلت لأكو موضوع لايف كلهم مسيطرين بالمطبخ حلو، والتعاون وأكو روح التعاون موجودة يعني تشوف إذا واحد يحتاج الثاني أكو تعاون يكون بيناته صح، ما تحسوا متنافس؟ نعم، صح، صح طبعاً، راح نطلب من المشاركة نور أن تتفضل إلى الستيج مشاركة، مشاركة نور وينها؟ يا أهلا، تصفيق؟ يا أهلاً وسهلاً، نور، شون الصحة؟ ريديش، تحجين بالمصلاة يا نور، تفضل، رأيك بمشروع شيف؟ مرحبا، أنا نور، من الموصل، كان مشروع شيف بنسبة لي، يعني شيء أنا كنت أتمنانه، يعني هي مو أنه أمنية، لأنه أنا قد أحقق أمنياتي من خلال شغلي، بس كنت أحتاج هاي الفرصة، لحتى أزيتها، كنت أحقق أمنياتي من ثقتي، وأتعلم أشياء جديدة، من شرفية طبعاً، شكراً، وأنا لعبتي حلويات، بما أنه هسا الحلويات، وأتمنى هي مؤده حلو، لأنه كانوا دائماً يسألوني أشياء بالحلويات، وأنا أسألهم أشياء بالوصفات، ماذا استفادتي من هذه التجربة؟ شو حسيت أنه قدمت مشروع شيف؟ الدقة، الدقة أنه أنا مصطرة أقدم شيء، بغض النظر أنا أشياء يواجهني بالمطبخ، لازم أقدم شيء للمتذوق، زين، قدرت تتحققين البلانس بالمقادير، تعرفين كل شيء بمقدارها؟ نوعاً ما، يعني أكل طبق اللي طلعني من مشروع شيف، أنا خسرت بالمقادير، يعني هو شيف عرفان هو اللي صراحة شرحوا بكل شيء يعني، بس دائماً نقول أنه أنا أول مرة كنتوا أعملوا، وشرحوا شيف عرفان، بس كان لازم أمارسوا، ينسى إذا ينعاد، أوكي، مارسنانه، أنت وصلت للعشرة الأوائل أو العشرة الأوائل، فهذا أصلاً نجاح، أي الحمد لله، أكيد، ومشاركة تشبيهيتش برنامج، لمشروع شيف، هو أيضاً نجاح، أنا جيتوا من الباحثة على وحدة ونصف، تقريباً طلعتوا من الموصل، طبعاً من الموصل، وصلتوا بالستة ونصف لحتى أولاً أكون معهم فلاثتهم، بس لأنه هي البنت، فأنا مع البنت أكيد، ما شاء الله، توفيق طبعاً لهم، راح أتجربين عنه تشتركين مرة ثانية، تعرفين أنه معيكون أكو موسم ثالث، أوكي، موسم ثالث وأكو بنات كثير، سألوني أنه يغيدون يشاركون، فأقلم يلا شاركوا البرنامج حلو، بس أنا لا، ما أشارك لأنه أترك فرصة غيري، موفق، موفق يا رب، شكراً جزيلاً لك، يا الله سهلاً، يا الله سهلاً، تصفيق، تصفيق، باقينا تقريباً شباب، أقل من خمس دقائق، فأموركم طيبة إن شاء الله، إن شاء الله، تمام، بهذا الوقت، سنرى بسام، يا بسام، بسام، أنا على الحدقة، بسام، بسام، وزيك، بسام، مودرم، حديث، خلتهم، فلما عائلة، يعني، عائلة هيتش يطالع مع أصدقائك، والعائلة الكريمة مثلاً، وشفت طبخة ما عجبتك، تقول لها بوجههم أن هذه الأكلة ما طيبة، ما عجبتني، الدول مماتش ما طيبة، التبسي مماتش ما طيبة، لا أكيد لا، لا أكيد لا ما، تأكلوا وتغلس، يعني أكلوا، أنا قولتك أغلس، زيان، بسام، أنت هواء يسافر أكيد، في مطبخ أي بلد حسيت بأنه هو قريب إليك أكثر؟ شوفي، اللبنان بالصلاة، بالصلاة، أهلا بلبنان، أي، أن ضليت فترة طويلة بلبنان، بس يعني، أنا أحب الأكل التركي، مطبخ التركي، مطبخ التركي، بس بسام، يعني أنت صليت، يعني عفو، ضليت تقريباً، كم سنة ضليت بلبنان؟ بلبنان أربعة طاعة سنة، أربعة طاعة سنة، ما تجربت أن تطبخ؟ لا والله، يعني، يعني، قلت لك، جربته، وشيلت فعبت السالفة، فقضيتها دليبريات، دليبري، الوالدة، الله يحفظها، لما تجي لبنان، تطبخي، الله يحفظ لك، الله يحفظ لك، كنت مرن جيم بلبنان، فيقلي، الأكل عفو عليه ورجم، أنا، أنا أطبخ لك، عادي شي بروتين وشغلات، يجيب الدجاجة، خليها كلها بالمي، بالجدر، ماشا، خلي عليها فصل، مدري شنو، بعدين تطلع طيبة، ما أعرف شنو الموضوع، موضوع، يعني، أنت بس تركب صح، الأمور تطلع طيبة، هي تصفح، خلنشوف المتسابقين، متسابقين، أقلكم، دقيقة واحدة، أموركم طيبة إن شاء الله، خلصين، خلصين، إن شاء الله، خلصين، علياء، نعم، خلصت، مورش طيبة، شفاتنا، تفضلوا، ثلاث العبداع، صناع، مصنع، شيف العراق، شيف العراق، شيف العراق، شيف العراق، منافق، عجب، باقي دقيقة واحدة، تفصلنا عن، طبعا، أكيد، التست المهم، اللي هو تست الحلويات، إن شاء الله، بصراحة، ماذا نشوف توتر، نهائيا، نسيطرة، نسيطرة داخل المطبق، صراحة، نشوف هذا الشيء، يعني، ما، ما نخفصوا، ما صارت أدهم لبكة، بينين مرتاحين، العدد التنازلي رح يبلش، عشرة، تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، ضت فضل شف غرفو، بل شف علياء، فضل شف غرفو، فضل، موضرن تسعروم خلف، موضرن، 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 موضرن هي كيكة شبهة، كيكة البورتكان нужن من أغوص، ينزل عندي داخلها حشوة دائرة ثانية تنفتح تتخلى يعني كيك دائرية تنثقه من النص ينزل بيها الصوص مما أقصها ينزل عندي الصوص هذا كيك البركان لا البركان الكبير المودرين صغيرون شوف والصابق الثاني شربت؟ شربت؟ شنو شربت؟ بالصوص بالصوص نفسه بالقناش يعني بالصوص الشوكولات بس مواصل شي جوا تشربة مواصلة جوا يعني عندما تثقب محتاجة تنس كافي محتاجة شوية صوص خفيف ينزل جوا بعدين يجي هذا ككفر بالاضافة انه شونه صار عندك صعدت من صفحة واحدة كانت لديك شغل تيمكن سوية ممكن اي كارثة موكا او أي ستشينة تضل تسوي لها بنوسيج رح تدي بتلف جانب على جانب ما تسعد عندك ومن جانب ثاني خليتها انت على فرند رجزة حرارة عالية صح؟ اه و جيد قلت لك قلت لك مية وثمانين انت جنت خال فوق مية وثمانين لا انا بالبداية مية وثمانين بس مية وثمانين بس مية وثمانين قلت لك تحتاج وقت شوية طايتها ما تشتغل عليها حلويات لازم توقفين لازم مية وثمانين صعر رقم واحد ولهذا ولهذا نشوف شيف الحلواني يكون اعلى كالسلاري واهم شي عدة يشتغل عليها موسيقى موسيقى اعمن شوف شيف عمر بلش بلش شاهد 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 شطر واحد غسل واحد واحد يقرق ستينة نعم بلون وممسك نعم كوب عبدا نعم نعم بالنكال لاذا لا توجدها في الماء ولاذا كنت لديها في الماء ونحبت الحليب نعم أخذتها بهذا نعم خبست الفخارة على مدى الوقت ويمكنها هي المفروضة لو كمية أكبر حتى تتقصص تحتاج وقت ياسر يا ياسر ياسر يا ياسر شين هاي هاي ذكرتني بحجال سيار الوقت اعتقد لعب دور انه انت ما تقدر تبردها صح يعني انه وعليت الفرن لهذا السبب انه ما اعرف انه رحت الطون وقت ازاي كان عفيته على المياه ثانية مثل ما قال شايف عرفان يحتاج الرحصص كان بالداخل بس يعني صراحة اوكي حتى ادوق تيست بس هي من حرويات الكيك تعرف انه تيست مو تمت نعم نعم مودرين كيك علياء ماذا نشاهد علياء نعم نعم بصراحة شايف صار عندي يعني صار عندك لغط بالمولتن نعم اي لانه المولتن واضح مولتن مولتن والمودرن نعم اللاذا كيك نفس الشي يعني اللي انتو طالبي بس مودرين يعني رايح على مودرن يعني كيك عصري عصري اللي اللي اي لا الشي فرافان دي يقول اللي هي شبيهة بالكيك البركانية تصير بس صغيرة اي بس صغيرة اي بس صغيرة اني سألت بس بحد انطاني جوب من سألتي سألت ها يعني استفسرت عن الموضوع اي نعم المودرن كيك اوك شكرا يا علي اهلا شوف 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 محمد ماذا ممكن حتى نبلش مع علياء يلا حتى يجي ها 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 اهلا شوف انت كان عندش خطأ صحيح اي نعم شوف حتى يجي ها فهم بالطبق المطلوب اوكي شوف ياسر ديسباسيتو ياسر ما خلو رشي يلا بقى شوف خلو سوكي هذا اخر شي شكره شربته وخليت اخر شي اي اي اخر شي خليت ايه السوص الفوقها لم او انت بس خليت السيروب يمكن وبعدين خليت انتبهتلك خليت الشوكرا رأسا لا لا هو في يعني آخر شيء direct sauce بدون سيارة حلو شاهد تركي ها بعد لعبتك غصلت لك خاشوقة شكرا شكرا نعم عبرناك اليوم في شيف شيف ها ها ما رأيك الشباب تمرح تطي نتيجة هسا كي يعني كرأي عامة وشكل عام حلو حلو بس تفصيلات صغيرة بالحلويات تغير لك الكون كله الدنيا كلها تغير لكيها تفصيلات صغيرة كلش كان ممكن نتبعها ديتوس قدي بسيط كلش يغير لك الأكل كلها ولهذا نادرا نادرا منلقي محل حلويات طيب ولما نلقي نثبت عليه طبعا لان مو اي واحد يجي دي سوي السويتس بشكل صحيح صح صح شيف عمر وقت صراحة شيف خالدون يعني حارة بعدها بعدها حارة طبعا بتعرف ما تاخد التست الصحيح ممكن احنا نميز التست يعني شوي يكون صعوبة بس كتكنيك كتكنيك اوكي يعني كشغل شوف احنا اليوم احنا صح مصنع مشروع شيف بس اليوم الطبخ المقبلات السلطات عالم ثاني على الحلويات طبعا طبعا فهم بهذا المستوى انا شوفه جايدين جيدا شيف محمد انا اقول يعني يعني هذا الوقت اللي انطيناء لهم اي وهم طالعين لايف ودي يشتغلون هيد شي اشتد يوم شهادة جيدة لكل متسابقين من متسابقين اذا مشاهدين اخر لحظات للتصويت ما هتكون موجودة واريدكم انه تصوطون لتشوفوه اكيد مؤهل ان يكون يعني ياخذ هذا المسابقة وكنا نعرف ان الجائزة هي سيارة 23 مع عقد وهو عقد مع سلسلة مطاعم صاج الريف لمدة سنة كاملة اخر بريك واكيد راجعين مع مصنع مشروع شيف على اليو تي في ولا تنسون ايضا النتائج النهائية موسيقى موسيقى اعزائي المشاهدين اللحظات الاخيرة طبعا التوتر تارس المكان بس احنا محضر لكم مفاجئة انه اليوم ماكو احد رح يطلع خسران اكو مكافأة مالية مقدمة من رئيس مجلس الادارة الشيخ سرمت خنجر للمتسابقين الثلاث المتسابق اللي رح يحصل على المرحلة الثالثة رح تكون المرتبة الثالثة عفوا رح تكون قيمة جائستة 20 مليون والمتسابق اللي رح يحصل على المرتبة الثانية رح تكون 25 مليون اما المتسابق الذي رح يحصل على المرتبة الاولى رح تكون جائستة 50 مليون دينار عراقي يعني 50 مليون 50 مليون للأول و 30 مليون للثاني و 20 مليون للثالث فالف مبروك طبعا مع ذلك رح يكون ايضا في جوائز مالية طبعا مبادرة الشيخ سرمت الخنجر هي لدعم الشباب وحتى ما حد يطلع خسران وحتى اكو جوائز مالية الى شفاتنا لدعمكم ومساندتكم بهذه الرحلة الطويلة في هذا البرنامج الرائع شكرا شكرا المبادرة هذه مبادرة كلش حلوة واتوقع انه راح الكل اللي يحلم انه يكون شيف راح يشجع راح يكون لهم حافز ايضا طبعا المشاركة في الموسم الثالث طبعا اللي راح يريد يشارك بالموسم الثالث راح يكون كلش عنده حافز شيف خدوم طبعا راح يكون لعدكم الحافز المادي وايضا المعنوي هذا المبادرة حتى يقدرون الشباب هنانا يفتحون مشاريع صغيرة ممكن يفتح مطعم ممكن يفتح حتى لو كان شركة اكل صغيرة او تجهيزات غذائية شن رأيك شيف عرفان شكر ومتنام لشيخ صرمد الخنجر على هذه الهدايا القيمة احنا نعاني ممكن ااسف شوي خاف اطين عليك احنا نعاني من وجود طهات من جنسيات عربية في بلدنا خلي هذا البرنامج يكون اكاديمية لتخريص طهات عراقيين قادرين على مقارعة كل طهات العالم مو بس الوطن العربي هذا البرنامج كان حافز مهم وخصوصا الهدايا اللي راح يسمعها واللي يشوفها بالتالي راح نطلع جيل جديد فخورين انه احنا لثلاثة شيفات احتراموا تقديري لهم فخورين انه احنا حنساهم بتخريص طهات عراقيين قادرين على مقارعة كل الدنيا يا رب شكرا لكم شكرا ليو تيبي وشكرا لكل من ساهم بنجاح على البقان شيف محمد شن رأيك بهذه المبادرة شكرا للشيخ سرمن على الدعم لدعم الانطهات الموجودين وللطاهي العراقي بالاخص شكرا شاء الله الآن راح نطلب من المتسابقين الحبر عند مثلث الحكام يلا شهد علياء وياسر واحنا احنا اكيد بانتظار نتائج مدعمة شاء الله يعني اموركم طيبة فضل اموركم طيبة ماكو خسران ان شاء الله ان شاء الله يا ربي كلكم كنتوا قد هاي المسؤولية وقد هذا البرنامج اللي هو صانع للطهات صانع للشفات مشروع شيف اكيد التصويت وقف والنتيجة منافسه جدا قوي بين شهد وياسر طبعا فبانتظار النتائج الامور طيبة ان شاء الله بانتظار نتائج الحكام بالبداية بنشوف نتائج الحكام يتفضلون علياء وياسر الى امام الطاولة واحد منكم رح يغادر واحد منكم رح يبقى او يغادر تعبتوا هواي اكيد بها المرحلة وهل سراح تحصدون هذه الثمرة بجيتوا ضحكتوا تونستوا شفتوا اكلتوا طبختوا كل هذا الان رح تكون النهائي منو بكم رح يكون باقي ومنو بكم رح يكون مغادر علياء علياء تعبتوا هواي بجيتوا وحكتوا ولكن للاسف اخدت المرتبة الثالثة تصفير 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 ياسر شكراً لكم انت شكراً لكم أتمنى شكراً لكم خليد قدم شاهد وياسر أيضا للمنتصف شاهد وياسر شاهد وياسر منافسان قويان من البداية ببداية الموسم لنهاية الموسم في هذه الحلقة الآن سأقدر أقول منه اللي رح يكون الفائز ومنه رح يكون المغادر بين شاهد وياسر شاهد تعبت ضحكت عراقت عملت وتركت عملك من أجل مشروع شيف هذا بحق ذاته كان نجاح وصولك إلى المرحلة كان أيضا نجاح ياسر ياسر تأملت هواي وأكيد طبعاً تقدم هذا الإنجاز والنجاح إلى بتك مريم لكن واحد منكم رح يكون هو الفائز والآخر رح يكون يأخذ المرتبة الثانية الفائز منكم البطولة كلها كنتوا أنتوا قريبين من بعض ولكن الآن كنت تعرفون أن اللحظات الحاسمة أو هذه اللحظات لازم يكون فائز واحد شاهد وياسر شاهد أنت الفائز الأول شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة